اشتركوا في القناة عاجلا ضمن خطى قصيرة المدى اشاد عدد من المواطنين بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات المرورية وزيادة سيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة معبرين عن ارتياحهم من هذه المشاريع التي ساهمت بشكل ملحوظ في تخفيف الاختناقات المرورية ويأتي الدوران العكسي على شارع ولي العهد كمشروع ساهم في تخفيف الازدحامات المرورية نشكر القيادة وعلى رأسها الملك المفدى ورئيس الوزراء وسموه للعهد هذه اللفة اللي سوه لنا تخدم جميع القاطلين او المتجهين ناحس المبادر او عالي او اي خدمات اخرى مبادرة طيبة لليوتير اللي نقول عنه ان احنا نرجع لنفس الشارع وبتخفف من حركة سير المرور من الزحمة ونتمنى حق الجميع السلامة في الطريج نشكر الولي العهد على توجيهاته انه فتح طريق اخر حق تكويع او اللي هو الرجوع حق هايوي الشيخ خليفة واللي ساعد طبعا حق خفف الازمة المرورية اللي تصير يوميا حق دوار الرفاع يذكر ان الطاقة الاستيعابية لمسار الدوران العكسي تصل الى ثمانمائة مركبة في الساعة ومن المؤمل ان يساهم هذا المشروع في تخفيف الازدحام المروري الحاصل على تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان وشارع الشيخ عيسى بن سلمان للمرور المتجه الى مدينة عيسى وسلماباد واختصار زمن الرحلة وتسهيل وصول الاهالي الى مناطق سكنهم في منطقة عالي وسلماباد ومدينة عيسى والرفاع اما مدخل ومخرج مدينة زايد فيخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء وكانت الوزارة قد انتهت من تنفيذ مدخل ومخرج لمدينة زايد وهورة عالي من شارع الشيخ سلمان بهدف تخفيف الازدحامات المرورية عند المناطق السكنية الحديثة والحيوية هذا الشارع سهل واجد الازدحام اللي كان على هراك التقاطع ونشكر سمو ولي العهد على انجاز هذا المشروع والتياثير ما شاء الله واجد يسر امور الناس وكان هذا الشارع محتاجين احنا بمثل حاجة اليه والله الشارع فكناه من زحمة اللي كانت تصير عن وزارة العمل وتقاطع البوابة الحين ندش على هني على هورة عالي ونحن طالعين على شارع الشيخ سلمان الله يحفظه ونشكر سمو ولي العهد اللي طول عمره على توجيهاته بفتاح هذا الشارع الذي حل مشاكل كثيرة شارع رقم تسعة في البسيتين من شأنه تقليل زمن الانتظار وقد انتهت الوزارة من انجاز مشروع ربط شارع تسعة بشارع الشيخ عيسى بن سلمان السريع المرحلة الثانية بمنطقة البسيتين مجمع مئتين وثمانية وعشرين مؤخرا وذلك لمواكبة النمو العمراني في منطقة البسيتين والمناطق الواقعة شمال المحرق ما دعت الحاجة إلى توفير مداخل ومخارج بديلة لشارع الغوص وشارع المطار لتوزيع الحركة المرورية بالمنطقة الشارع رقم تسعة هذه الانشأ أخيرا في الفترة الزمنية في فترة زمنية جدا بسيطة خفف الزحامات كثيرة على الشارع الداخلي لمجمع تو تو ايت واللي كان يشمل وحدات بيوت الاسكان والسكن الخاص كان ما شاء الله يعني فيه زحمات كثيرة على هذه الشارع وكانوا الناس جدا مضايقين لكن بفضل الله بفضل توجهات ولي العهد بسرعة انشاء هذه الشارع خفف عبق كبير على الأهالي والله من سوها الشارع فكونا الصراحة من شب نفتح شارع تسعة الأمور صارت سهلة ونطلع الهايوي بسرعة والحمد لله ونشكر ولي العهد ما قصر أشكر سمو العهد على الشارع رقم تسعة لأنه ما شاء الله يدفك على أزمة الطريج وزحمة الشارع خاصة أنه نسيدين يعني ما شاء الله يوديننا على المنامة ويزوهم الله خير ما قصروا طبعا هذا الشارع اللي نفتح وشبك منطقة بسيتين إلى الشارع العام اللي هو الجسر فعلا يعني أفاد أهالي المنطقة بشكل كلش عالي خاصة أنه نخف الازدحام عليهم هناك وصارت أمورهم هنا ماشية ونشكر على العموم اللي هو ولي العهد اللي سوى لهم هذا المشروع الحلو هذا المواطنون والمقيمون أكدوا أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع قصيرة المدى حيث إن المشاريع الاستراتيجية بطبيعتها تستغرق فترة زمنية من ثلاث إلى خمس سنوات وهناك مواقع حيوية تشهد اختناقات مرورية كبيرة مثل المدارس وبالتالي فإن هذه التوجيهات وتنفيذها على أرض الواقع جاءت تلبية للاحتياجات الخدمية لمستخدم الطريق